نبات الكروتون نبات الكروتون أو الكوديام ندخل على طول على طرق العناية الإضاءة أهم حاجة لنبات الكروتون مفيش تنازل عن إضاءة قوية يعني لو فيش بباك جنوبي يبقى ممتاز طب لو مفيش يبقى استخدم أي كشاف إضاءة لد قوية فوق ال40 أو 50 وط وأهم حاجة تكون قريبة من سطح النبتة الرطوبة بالنسباله من الأشياء الحيوية جداً له وللأسف معظم ما نزلنا الرطوبة فيها ما بتزيدش عن 20-30% لكي النبات الكروتون بيحتاج أكتر من 60% رطوبة لو مش متوفر جهاز ترتيب ممكن تستخدم الطرق الأخرى واللي هي أسهالها طبعاً رش أوراقه بالمية مرتين في اليوم للنسبة بقى للسائي فصل الصيف حاول تخلي التربة رطبة دائماً يعني تسقي بعد جفاف أول 17 سنط من سطح التربة في الشتاء استنى لحد 50% من جفاف التربة وبعد كده اسقي النقطة المهمة الثانية هي نوع المية يفضل عدم استخدام مية من حنفية لأن فيها نسبة كلور وأملاح اللي بتأثر على نبات الكروتون ويبتدي لون الألوان يبهت ويخف لشان كده يفضل استخدام ماء مفلتر حافظ على التسميد كل أسبوعين باستخدام سماد متعادل أو سماد عالي النيتروجين وهم جداً تبعدها عن طيارات الهواء المكيف لأن هي ما تتحملش أكتر من 15 درجة مئوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر